طيب وزارة الاتصالة التكولوجيا المعلومات بتعمل حاجة مهمة جدا يعني وإحنا محتاجين برضو نعرفها واللي عايز كمان يستفيد منها من اللي بيشوفنا من فئات عمرية مختلفة اللي هي مبادرة مصر أو أجيال مصر رقمية المبادرة دي تفاصيلها إيه؟ إيه اللي بتقدمه من كرسات متخصصة؟ إيه الفئات العمرية كمان المستهدفة في المبادرة دي؟ أنا مثلا الشاب عايز أتعلم مهارة جديدة أدخل مبادرة دي أزاي؟ وأستفيد منها إزاي؟ أجيال مصر رقمية ابتدت من ثلاث سنين بفكرة من الدولة والوزارة الاتصالات فخامت رئيسه ومعالي وزير الاتصالات أن يبقى فيه تنمية قدرات لفئة مميزة من الخريجين المصريني عندنا ناس ننافس بهم دولية اللي هم المتميزين وكانت ابتدت في القطاع الهندسي والحاسبات فحصل اختيار لعدد مية وشوية من المتميزين من كلية الهندسة والحاسبات جايبين تقديرات عالية وحصل تعاون مع جامعات أجنبية زي كوينز وقطوا وسانز ماليزيا وكوليج كورج عشان ياخدوا ماجستير مهني وكان الطالب المميز ده بيحصل إقامة داخلية كأنه معسكر لمدة سنة وبيتصرف عليه ما يزيد عن 500 ألف جنيه بالأسعار بتاعة الآن يعني عشان يطلع معامج سنة المهني وينافس في السوق المحلي والعلامي والطالب والخارجين المصرين عليهم طلب عالمي أنا برضو بحكم الدراسات والإحصائيات اللي بنحصل عليها الطلب المصرين عليهم طلبوا في أوروبا وفي أمريكا لأن بالتميز الفكري وأسلوب التفكير عندنا مهارات ما شاء الله متميزة جدا فدي كانت البداية وطلعت الدفعة إحنا دلوقتي في الدفعة الرابعة يعني مثلا من بنات مصر رقمية بنات مصر رقمية بأن فيه سلسلة بقى تحت الأجيال فيه أربع مبادرات دي كانت الأولى فيه إحنا طلع حوالي أكتر من 600 خريج دلوقتي وبيشتغلوا في أماكن مرموقة جدا في المتاحل أي حد يتقدم لها أي فئة عمرية دي بنات اللي هي خريجين ومن تخصصات محددة ممكن فيه تخصصات الجرافيكس من كليات الفنون وتخصصات نظم إدارة المؤسسات من كليات تجار لكن تطورت الفكرة دي أن يحصل بناء القدرات من سن أصغر شوي فبقى فيه أشبال مصر الرقمية اللي هي ديجيتال إيجيبت كابس إنشتو ديسي دوت جاف دوت إي جي تحت الأجيال أشبال مصر الرقمية دي بتستهدف طلبة إعدادي وسنوي ونقول إعدادي لتانية سنوي على خمس مستويات فبقى عندنا بنغطي الخريجين من كليات هندسة حاسبية بنغطي طلبة إعدادي وسنوي طب لا فيه طموح أكبر من كده لوزارة للصلاة فبقى فيه براعم مصر الرقمية أصغر كمان أصغر من ربع أو خمسة ابتدائي أقلم الأشبال أقلم الأشبال فبقى عندنا ابتدائي وإعدادي وسنوي وعندنا الكبار المتميزين تفضلنا فئة العمرية لطلبة الجامعة والخريجين بقى من كل الكليات فبقى فيه رواد مصر الرقمية اللي هي ديجيتال إيجيبت بايونيرز دوت جاف دوت إي جي فبكده بالأربع مبادرات دول بقى فيه تغطية للفئات العمرية من سن 8 سنوات لغاية سن المعاش الإقبال على المبادرات دي بشكل عام عامل إزاي وعايز أتكلم عن البراعم بشكل خاص الإقبال على المبادرات إحنا ما شاء الله يعني عايزين نقول لحد ديك إن مفتوح دلوقتي التقديم للأشبال والبراعم البراعم متقدم لها أكتر من 60 ألف طالب والأشبال متدخلين على 20 ألف طالب غير اللي موجودين دلوقتي في الدفعة التانية حاليا رواد مصر الرقمية لطلبة الجامعة والخرجين تقدم لها أكتر من 40 ألف طالب وخذنا الدفعة الأولى بعد مراحل اختبارات اللغة والتأهيل وصلنا لعدنا 18 ألف بيبتدوا خلاص التدريب من أسبوعين ثلاثة فبقى عندنا أكتر يعني نوصل لربعمائة ألف طالب مستهدفين على مدار السنين اللي تتقول الجاي التقدم بيكون إزاي برضو هل في ويب سايت معين لوزارة الاتصالات هو بدخل عليه ولا إزاي بيحصل بعد كده كمان بيبقى أظن بقى فيه انتريفيوز بتحصل معهم مع المتقدمين عشان اختياره إحنا بنحاول بقدر الإمكان نسهل الإجراءات لأن إحنا كلهم أولادنا في محافظات مصر كلها وبالذات في المحافظات كمان الإقليمية بنحاول يحصل تنمية القدرات ليهم لأن فيه ناس يعني ما بيحصل مقابلات طب السعيد دوره كودة بتاعته قد إيه نصيبه قد إيه طب المحافظات البعيدة أخبارها إيه المتقديم مفتوح لكل الناس بيدخل الموقع؟ بيدخل الموقع إحنا لدينا الأشبال ديسي.gov.e. دي اي. الرواد البراعم اللي هم الابتدائي دي é.gov.e. دي اي.gov.e. والرواد دي بي إيバイونير دي بي إنشته فهنا دائما لدينا ديجتال إيجيبت وحرف وبعدين إنشته احنا استضفنا على فكرة قبل كده طلبة من دابي وكانوا شطرين قوي قوي وكانوا تخصصاتهم كمان في الأمن السبراني اللي هو تخصص مهم جدا وهو ده اللي جاي يعني الفترة اللي جاي هيكون لي شأن كبير جدا خلال الفترة اللي جاية ايه اللي عملتوه من خلال المبادرات دي كلها الأربع مبادرات دي بخصوص هذا التخصص الهام الحقيقة يعني برضو ندي حالاتكم فكرة هو ايه اللي بيحصل في المطبخ يعني احنا عشان نبقى ما نبقاش معزولين الدولة الحكومة معزولة او الوزارة معزولة عن ايه اللي بيحصل احنا بنعمل دراسة للسوق التوظيف بشكل عام المحلي والعالمي من خلال تقارير دولية وتقارير من الاحتياجات السوق اخبارها ايه واحنا بنعمل توصيف وظيفي للوظائف المطلوبة فالتدريب مثلا لمرحلة الخرجين وطلبة الجامعات بيبقى بيستهدف المسمى الوظيفة انا عايز اطلع خبير في الامن السبراني فبنشوف ايه المواد المؤهلة لان يبقى متخصص في الامن السبراني او متخصص في الشبكات او متخصص في البرمجيات على الانترنت في الموبايل في الويب انشاء ويب مواقع على الانترنت فعندنا توصيف وظيفي لحوالي 38 وظيفة والهدف من التدريب هو التشغيل وليس التدريب فقط فبيبقى عندنا مراحل من التدريب زي رواد مصر رقمية فيها مدة تدريبية على 6 شهور بياخد الجزء التقني في الوظيفة اللي هو عايز يتخصص فيها وبياخد جزء مهارات شخصية لان لما بنعمل ملتقى توظيف بنلاقي ملاحظات واحنا دايما في عندنا رقابة على المخرج من المبادرات وازاي نطور فيها فبنلاقي الفيدباك او رأي الشركات في الخرجين ده شاطر جدا بس محتاج تنمية مهارات شخصية زي يشتغل في فريق عمل ازاي يعبر عن نفسه فبنحط مكون للمهارات شخصية المحور التالت وهو تنميته من ناحية اللغة واستخدامها في شغله مش ان انا بديله بقى يعني مستوى للغة من ينتقل من المستوى التالت للمستوى الرابع اللي انا بديله البزنس انجليش اللي يساعده في شغله والمستهدف بقى برضو من الرواد الحقيقة اللي احنا مركزين عليها في المبادرة المرة دي هو العمل على منصات العمل الحر اللي هو الفري لانسينج جوب فازاي انا اشتغل من البيت وخصوصا للمحافظات النائية وخصوصا للفتيات من البيت او اعملوا دخل اضافي لي بعد وظيفتي الاساسية والوزارة بتعتبر ده نوع من التصدير لان انا بشتغل مع منصات دولية باخد شغل بالعملة الاجنبية فده نوع من التصدير ان انا بدخل لعملة من بره الجوه ترجمة نانسي قنقر